بسم الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمته لنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمته لنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين أبنائي الطلاب طلاب الصف الرابع أهلا بكم ومرحبا وحييكم جميعا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قسم التربية الإسلامية يقدم لكم مراجعة التطبيق الثاني فهل أنتم مستعدون؟ أحسنتم بارك الله فيكم المجال الأول القرآن الكريم وعلومه درس تفسير سورة التين أولا صل بين الكلمة وما يناسبها معنى بالدين أي أحسن الحساب والجزاء معنى غير ممنون أحسنتم غير مقطوع ولا منقوص معنى وطول سينين أي أحسن جبل الطول في سيناء بمصر هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام أحسن التقويم أي أحسن صورة أحسنتم بارك الله فيكم عزي الطالب أجب قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم استنتج من هذه الآية نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على الإنسان أحسنت كأني أسمعك أن تقول أنه خلق الإنسان في أحسن صورة وميزه بالعقل فالله عز وجل خلق الإنسان في أحسن صورة وميزه بالعقل عزيز الطالب دع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة واحد يجوز للإنسان أن يقسم بما شاء من المخلوقات أحسنت الإجابة خاطئة فالإنسان لا يقسم إلا بالله عز وجل اثنين ميز الله تعالى الإنسان على سائل المخلوقات أحسنت الإجابة صحيحة ترسينا هو الجبل الذي كلم الله تعالى عليه نبيه عيسى عليه السلام أحسنت الإجابة خاطئة أجب على السؤال التالي إمنأ الفراغات الآتية بالكلمة المناسبة أقسم الله تعالى في هذه الصورة أحسنت بالتين والزيتون وجبل الطور الذي كلم الله تعالى عليه نبيه موسى عليه السلام ثم أقسم أحسنت أحسنت بالبلد الأمين ومكة المكرمة أحسنتم أحسن الله إليكم جميعا عزيز الطالب أجب إلى ماذا يشير القسم بالتين والزيتون في بداية الصورة أحسنت إشارة إلى الأرض المباركة فلسطين وهي الأرض التي ولد عليها عيسى عليه السلام أجب السؤال التالي قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم استنتج من هذه الآية نعمة عظيمة من نعم الله تعالى للإنسان أحسن أنه خلق الإنسان في أحسن صورة وميزه بالعقل أجب أكتب اثنين من الأمور المستفادة من الآيات الكريمة أحسن الدرس الأول أن الله وعد المؤمنين بالجنة الدرس الثاني الله تعالى يقسم بما يشاء من مخلوقاته فأقسم بالتين والزيتون وبطول سنين وبالبلد الأمين المجال الثاني الحديث الشريف وعلومه حديث أهمية سلامة الصدر عزيز الطالب أكمل الحديث الشريف عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا أكمل الحديث ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر آخاه فوق ثلاثة أيام أحسنتم أحسن الله إليكم ثانيا عرف براوي الحديث الشريف من حيث اسمه فضله وفاته أما عن اسمه فهو أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه فضله كان محبا أو ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخدم النبي عشر سنين أحسن وفاته توفي بالبصرة في العراق سنة تلاتة وتسعين هجرية أحسنتم أحسن الله إليكم عزيز الطالب اكتب المفردات والتراكيب الوالدة في الآية في الحديث والدالة على المعاني الآتية لا تباغض أي لا يكره بعضكم بعضا لا تحاسد أي لا تتمنوا زوال النعمة عن الآخرين معنى لا تذابروا أي لا تعادوا بعضكم يهجر أي يقاطع أو يخاصم أحسنتم أحسن الله إليكم اخطر الإجابة الصحيحة من بين البدائلين ألف أنس بن مالك كانه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عمير أبا حمزة أبا سعيد أبا عبد الله أحسنت أبا حمزة حديث سلامة الصدر يحس على الهجر التآخي التدابر التحاسد أحسنت على التآخي جيم السلام والمصافحة عند اللقاء يؤديان إلى التنافس أم التقاطع الهجران أم المحبة ونشر الأمن أم التباغض ونشر الرعب أحسنت المحبة ونشر الأمن لا يحل لمسلم أن يهجر أخو فوق ثلاثة أيام أم شهور أم سنين أم أسابيع أحسنت يا بطل ثلاثة أيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المجال الثالث العقيدة الإسلامية درس الثواب والعقاب التقويم أولا ما المقصود باليوم الآخر أحسنت هو يوم القيامة الذي تنتهي في الحياة على الأرض ويتغير فيه الكون ويبعث الله تعالى الخلائق للحساب والجزاء ثانيا وضح أهمية اليوم الآخر أحسنت ليحاسب الله تعالى الناس فيه على أعمالهم فيثيب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء ويأخذ للمظلوم حقهم من الظالمين ثالثا ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الخاطئ واحد يجمع الله عز وجل يوم القيامة كل الناس للحساب أحسنت الإجابة صحيحة اثنين من الأسماء ليوم الآخر يوم البعث نعم الإجابة صحيحة ثلاثة من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أنه يعين الظالم على ظلمه أحسنت الإجابة خطأ أربعة جعل الله يوم الحساب لمحاسبة الناس على أعمالهم الإجابة أحسنت الإجابة صحيحة رابعا صل العبارات في العمود الأول بما يناسبها في العمود الثاني خلق الله لله الناس خلق الله الناس أحسنت وأمرهم بطاعته وعبادته من الأدلة على الحساب في اليوم الآخر أحسنت إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم جعل الله الجنة مكافأة للطائعين وجعل الله النار أحسنت عقوبة للعصاء خامسا أذكر ثمرتين من ثمرات الإيمان باليوم الآخر واحد يريح النفس بتحقيق العدالة يوم القيامة الثمر الثاني يرضع الظالم عن ظلمه أحسنتم جميعا أحسن الله إليكم المجال الرابع الفقه الإسلامي أحكام الصلاة أولا عرف الصلاة كأني أسمعك وأنت تكون هي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم ثانيا وضع المصطلح المناسب لكل مما يأتي الأفعال الداخلة في أصل الصلاة ونقصان شيء منها يؤدي إلى بطلانها هذا تعريف أحسنت أركان الصلاة فأركان الصهي الأفعال الداخلة في أصل الصلاة ونقصان شيء منها يؤدي إلى بطلانها الأفعال قبل الصلاة ولا تصح الصلاة بدونها هذا مصطلح أحسن شروط الصلاة أو شروط صحة الصلاة فالأفعال قبل الصلاة ولا تصح الصلاة بدونها ثالثا صنف الأفعال الآتية إلى ركن وشرط تكبيرة الإحرام أحسن ركن الوضوء شرط الأمر أحسن شرط التشهد الأخير أحسن ركن استقبال القبلة أحسن هذا شرط أبنائي الطلاب ها قد انتهينا من مراجعة التطبيق الثاني أسأل الله عز وجل لكم التوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء أترككم جميعا في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسن 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 شكرا